هلأ سمير الفكرة إنه هلأ إحنا من هذا الموضوع بس بدنا ننبه إنه مش أي ضغط نفسي إحنا منتعرض له معناته رح يأثر على شهيتي ورح يأثر على أكلي فيه إحنا عنا أنواع للضغط النفسي إنه كنا فعليا ممر بضغط نفسي بالشغول بالحياة العامة فالمفروض إنه ما أتعامل كل ما أنضغط نفسيا أحكي معناته أنا رح أجوعه معناته وزني رح يزيد لأنه في عنا أنواع للضغط النفسي لا يوجد حجة تتحطها أنا نصحان لأنه نفسي في تعباني مئة بالمئة لأنه إحنا ممكن نتعرض لضغط نفسي بمدة قصيرة ليس على فترات كثير طويلة وعلى مداري كثير طويلة هنا يعني ما بيكون تأثيره على الوزن بشكل كبير لأنه إحنا أول ما منتعرض للضغط النفسي منفرز عنا هيرمونات هاي هيرمونات بتكون اللي هي زي ردة فعل الجسم لما إحنا بنكون خايفين أوكي هذه الهيرمونات ممكن إنها تزيد من ضغط الدم كمان بتزيد من استهلاكنا للأكسوجين بشكل عام وكمان ممكن إنها تعملين لها كيف مثلا إحنا إحنا إذا عم نركض من أسد أو من حيوان بنكون خايفين منه نفس ردة الفعل هاي أول ما منتعرض للضغط النفسي هون إحنا بصير في عنا تقليل بالشاهية ومش زيادة بالشاهية بس لو استمر الضغط النفسي لفترات كثير طويلة وعلى مراحل كثير طويلة هون إحنا بنفرز بجسمنا هيرمون الكورتيزول والمشكلة بتكون عنا بهيرمون الكورتيزول لما ينفرز هيرمون الكورتيزول رح يزيد تراكم الدهم بالجسم وخصوصا بالمنطقة الوسطية منطقة البطن كمان بيقلل من إفراز هيرمون الشبع بالجسم وبيزيد من هيرمون الجوع وبالتالي إحنا ممكن إنه تزيد عنا الشاهية غير إنه لما بينفرز هيرمون الكورتيزول بجسمنا على الأغلب رح ينمي لتناول الجنك فود أو الأطعم الجاهزة بتكون عالية بالنشويات وهذا الأشي رح يعمل كمان ردة فعل عكسية إنه إحنا بنرفع سكر الدم بكميات كثير كبيرة مرة واحدة البنك الرياس رح يفرز الأنسولين فبينزل كمان مرة سكر الدم يعني برتفع وبينزل فهون بصير في عنا تذبذب بمعدلات سكر الدم هذا الأشي بيزيد من التوتر من الاكتئاب أوكا فالحل إنه إحنا لما نتعرض لضغط نفسي ضروري إني أعطي لحالي وقت إني أقلل من هذا الضغط النفسي دائما إحنا بنحكي إلعبوا الرياضة الرياضة كتير بتقلل من الضغط النفسي بس الناس معظمهم اللي بتعرضوا للضغط النفسي بشغل بقولك أنا ما عندي وقت بس لو حطيت تقريبا عشر دقايق حتى لو حطيت مثلا ميوزيك عملت عليها إشي هيك ببسيط حركات جدا بسيطة بالرياضة رح تخفف عندي من الضغط النفسي يعني لو إحنا حطينا باليوم خصوصنا لحالنا من ربع ساعة لنص ساعة بس لحتى أفرغ طاقة السلبية بدل ما هي تنتقل على جسمي وتنتقل على صحتي رح يكون كتير منيح كمان عنا معظم الناس اللي بتعرضوا للضغط النفسي عادة بشربوا كتير قهوة بسبب الشغل بسبب الحياة كمان بتزيد من الضغط النفسي حلق سؤال أنا أنا شخصيا عن بحكيان حالي لما يصير عندي ضغط نفسي ما بأكل صحيح يعني مثلا إذا آه طبعا طبعا آه هاي مثلا شغل أو كذا بنسى آكل بنسى آكل وياسمين أنا مثلك بعد يوم يومين للأسف هو لا مش منيح مش لدرجة يوم يومين لو زي ما قلتلك إحنا لما منفرغ الطاقة السلبية لو بربع ساعة لو أعطيت لحالي من 15 دقيقة أو 30 دقيقة لحتى أفرغ الطاقة السلبية حتى لو كنت أنا شخص كتير مشغول ووقتيها هون رح أرجع أشحن جسمي ورح أرجع على وقت لحالي سواء بالأكل سواء بالرياضة بحياتي العامة فضروري أنه نركز على هذا الموضوع أنه أنا لجسمي إله حق علي فضروري أني أهتم فيه كمان القهوة زي ما حكينا هي بتزيد من التوتر في أشخاص أهم إشي لما إحنا منتعرض للتوتر ما نلجأ للجنك فود أني أكون مرتبة وجباتي يعني إذا أنا شخص مشغول كتير بحياتي بطلو كتير جنك فود لأ خليني أكون من البيت لو حتى قبل بيوم مرتبة وجبات أني أخذها معي أتناولها لحتى أنظم وجباتي أكتر وما أمير للأطعمة اللي بتكون عالية بالدهون وبالنشويات هلأ شو الأطعمة اللي عن جد ممكن أنها تقللي من السرس الأوميغا ثري بتثبت الدراسات أنه بيقلل من التوتر والضغط النفسي الموجود بالسمك الموجود بالمكسرات بالأفقادو بزيت الزيتون ممكن كمان أنه يقلل وهو أكتر إشي بتركز بالسمك وبالمكسرات بس لو إحنا تناولنا كمان ممكن شوي يقلل من تنظيم أو يزيد من تنظيم الهرمونات الموجودة داخل أجسامنا اللي صارت فيها خربطة لما تعرضنا للسترس والتوتر وفايتامين سي كمان بتثبت الدراسات اللي موجود بالتوتيات اللي موجود بالليمون بالبردآن بالفرولة بالعنب كمان بيرجع ضغط الدم لمستواء طبيعي وبينضم مستويات الكورتيزول الموجودة بالجسم الشوكولاتة طيب لسه بدي أحكي لك برافو يا سامير أهم شيء الشوكولاتة الشوكولاتة بس الشوكولاتة الهلثي ميا بني الشوكولاتة هذه الأشياء لا بدنا تقول لك نفسيتك بها وبدأ تنجي أي شوكولاتة لا يا سامير لا بدنا نركز ما بدنا نرفع سكر مرة واحدة لكي لا يصبح تضبضه بمصيحة سكر الدم الشوكولاتة صحية الشوكولاتة ويفضل أنها تكون 70% نسبة الكاكاو فيها أو أكتر نحن معنا دقيقة تقريبا تأثير الضغط النفسي على الدهون الوسطية يزيد من الدهون الوسطية 100% هرمون الكورتيزول يزيد من تراكم الدهون الوسطية كمان لأن طبيعة الأكل لما يرتفع لنا هرمون الكورتيزول تكون عالية بالنشويات الغير صحية فترتفع لنا الأنسولين ويمكن أن يزيد من تراكم الدهون بمنطقة البطن جميل يعني باختصار أريد أن أقول لكي نورجيهات أخصيتي التغيير الإلاجية لا تتكلم أتكلم صحيح أنا قلت بوب مارلي لا تتكلم أتكلم أتكلم شكرا 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 لوجودك الجميل معنا شكرا